بسم الله هل يجب على الصائم أن يبيت النية؟ إذا علم الصائم بدخول شهر رمضان وجب عليه أن يبيت النية من الليل ولا يتلفظ بها فهذا خطأ بل يبيت النية النية في القلب ومعنى النية أنه لا يطلع عليه الفجر وهو لا يعلم هل سيصوم أم لا فمجرد أنه علم أنه سيصبح صائما فهذه نية والدليل قال الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له رواه الدار قطني والبيهقي وصححه الألباني هل الأكل والشرب ناسيا يؤثر على الصيام؟ من أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه وهذا لا فرق فيه إن كان يصوم أو إن كان صيامه في رمضان أو في غير رمضان والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه رواه الشيخان البخاري ومسلم هل يجز تذوق الطعام أثناء الصيام؟ قال الشيخ بن جبرين رحمه الله تعالى لا بأس أن يتذوق الطعام للحاجة بأن يجعله على طرف لسانه فيعرف حلاوته وملوحته وضدها ولكن لا يبتلع منه شيئا بل يمجه أو يخرجه من فيه ولا يفسد الصيام بذلك قال هذا في فتاوى الصيام أقول لأن الصيام ينتقض بالأكل يعني يأكل ويبتلع الطعام وليس بمجرد أن يتذوقه بلسانه هل يجوز للمؤذن تأخير أذان المغرب قليلا للاحتياط؟ هذا مخالف للسنة فالسنة أن يؤذن فور غياب قرص الشمس وأن يعجل الناس بفطورهم فإذا كان المؤذن يؤخر الأذان أو كان هناك خطأ في التقويم وكان المسلم يستطيع أن يرى خط الأفق من سطح داره مثلا أو ما شابه فلينظر متى يغيب قرص الشمس ويفطر على أساسه فنحن مأمورون بتعجيل الفطر ولا يجوز التأخير لمثل هذا السبب قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن للصلاة أولا وآخرا وإن أول وقت المغرب حين يغيب قرص الشمس صححه ابن قدامى هل نأكل عند أذان المغرب أم نتابع المؤذن؟ يتابع المؤذن مع مواصلة الإفطار وعدم الانقطاع لعدم ورود النهي عن الأكل حال متابعة المؤذن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن متفق عليه وأمر أيضا بتعجيل الإفطار مع ملاحظة أن الإفطار كان عندهم على ماء وتمر أو تمر ولبن حسب ما يتوفر ثم يصلون ثم يأكلون الوجب الرئيسية هذا الصحيح ما هو المرض الذي يبيح الإفطار؟ المرض الذي يبيح الإفطار هو المرض الذي يزيد أو يتأخر شفاؤه بسبب الصيام يعني الصيام يؤثر عليه سلبا قال أهل العلم أن للمريض أن يأخذ بكلام الطبيب المسلم العدل الثقة إذا أمره بالصيام فليصم وإذا أمره بالإفطار فليفطر حيث أنه يعني الطبيب يعلم ما هو المناسب لصحة ذلك المريض ولا يقبل في ذلك قول الطبيب الكافر أو الطبيب المسلم الفاسق الذي لا يهمه أمر الصيام ولا يتورع في ذلك لا يأخذ بكلامهما إلا في حالة الضرورة وعدم وجود الطبيب المسلم العدل هل الصداع الشديد يبيح الإفطار؟ نعم لأن الصداع الشديد يزيد بعدم الأكل والشرب وكذلك الحمى أما الذي لا يدخل في الأمراض المبيحة للفطر يكون كألم الضرس أو الجرح الذي في اليد أو ألم في أحد الأطراف أو ما شبه ذلك لأنها الصيام لا يؤثر عليها سلبا إلا إذا قال الطبيب المسلم الثقة أنها بحاجة إلى دواء وبحاجة إلى أكل حبوب التهاب أو ما شبه ذلك لكن عادة لا تحتاج مثل هذه إلى فطر أما الصداع الشديد فيبيح لصاحبه الفطر ما هو الأفضل للحامل الصيام أم الفطر؟ الأصل هو أن تصوم ويجوز لها أن تفطر إذا كان الصيام يؤثر على صحتها أو على صحة جنينها سلبا أو إذا كان شقا عليها بسبب الحمل لدرجة أنها لا تستطيع أن تصوم عندها تفطر وتقضي ما فاتها عندما تعود إلى صحتها وإلى عافيتها وتتمكن من الصيام وليس لها أن تطعم بل عليها عدة من أيام أخر لأن حكمها حكما مريض هل الحقنة تفسد الصيام؟ الحقنة العضلية ليست من المفطرات ولا الوريدية ولا سحب عينا من الدم للتحليل ولا كذلك بخاخ الربو إذا كان بخاخا غازيا وليس سائلا السائل مفطر الغازي لا يفطر لكن السيروم يفطر لأنه يغذي البدن وكذلك الحقن والريدية والعضلية الأصل فيها أنها لا تفطر لكن إذا كان فيها غذاء أو فيتامين أو شيء يغذي ويقوّل البدن عندها تكون من المفطرات هل يجوز للمسافر أن يفطر مع وجود وسائل نقل مريحة؟ المسافر بمجرد سفره يكون مخير بين الفطر والصوم في رمضان يعني على أن لا يفطر إلا إذا فارق مدينته فالعلة من إباحة الفطر له أنه مسافر بغض النظر هل هو مرتاح أم متعب الدليل قال الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمح ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فقال أو على سفر لم يحدد سفر شاق أم سفر مريح والله يعلم السفر كيف حاله في زماننا وفي زمان من قبلنا هل العطر يفسد الصوم؟ العطر لا يفسد الصوم لكن الذي قام عليه الخلاف هو استنشاق البخور ذلك لأن البخور فيه جرم يدخل إلى المعدة يعني شيء يعلق في الأنف والفم وفي المجاري التنفسية ثم يدخل إلى المعدة كالقطيران بالنسبة للدخان يعلق بالفم ثم يدخل إلى المعدة فيفطر فهذا الذي فيه الخلاف البخور أما العطور العادية التي يتعطر بها الإنسان فلا بأس بها ولا تؤثر على الصيام هل تقبيل الزوجة يفسد الصوم؟ الصحيح أن التقبيل والمباشرة يعني وضع البشرة على البشرة لا يفسد الصيام لكن الأولى اجتناب ذلك خشة الوقوع في الجماع لأنه مفسد للصيام ودليل ذلك عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لآربه رواه الشيخان ماذا يفعل الذي يصبح جنبا؟ الذي يصبح جنبا وهو يريد الصيام فصومه صحيح وليس عليه شيء لأن الاحتلام لا يفسد الصوم لأنه حدث بدون إرادة المحتلم لم يتعمد المحتلم أن يحتلم وإن ما حصل ذلك أثناء نومه كذلك لو أجنب قبل الفجر وحضر الفجر قبل أن يغتسل فصيامه صحيح الدليل عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل فيصوم صحه الألباني هل يجوز شرب الماء بعد سماع أذان الفجر وقبل انتهاء المؤذن؟ إذا كان المؤذن يؤذن بالوقت الصحيح فتعمد الشراب أثناء أذان الفجر يفسد الصوم لأنه يجب الإمساك عن الطعام والشراب بمجرد طلوع الفجر فإذا كان وقته صحيح فقد طلع الفجر بمجرد قوله الله أكبر والدليل قال الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل وطلوع الفجر هو الخيط الأبيض إلا في حالة أن المؤذن أذن وكأس الماء في يدك وأنت تشرب فأكمل شربك حتى تنتهي الأطفال الصغار هل نمنعهم من الصوم؟ لا بل الواجب تشجيعهم وحضهم على طاعة الله سبحانه وتعالى وتربيتهم على ذلك وإعطاؤهم الهدايا على ذلك أما ما يفعله البعض من منع أولادهم خوفا عليهم من الجوع فهذا غلط فالطفل لي يؤذيه الجوع وإذا جعل لدرجة كبيرة سيأكل من تلقاء نفسه فلا تخاف بعض الناس يعلمون أولادهم شيئا يسمى صوم الغزلان وهو صوم لوقت الظهر أو لوقت العصر يقولون أنهم يخافون على الولد ويريدون أن يدربوه على الصيام فما حكم ذلك؟ يستحب الأهل تدريب الطفل على الصيام ولا بأس أن يدربوه إلى وقت الظهر أو إلى وقت العصر لا بأس بذلك كونه غير مكلف لكن تسمية هذا بصوم كذا أو صوم كذا وتعليم الطفل هذا الشيء الخاطئ لا يجوز بل تسميته بصوم كذا دخلنا في باب تشريع مع الله سبحانه وتعالى وهذا باب خطير جدا عبث بشرع الله سبحانه وتعالى فيجب الاجتناب هل يجوز استعمال السواك أثناء الصيام؟ السواك سنة للصائم ولغير الصائم فهو بالنسبة للصيام لا يؤثر لأنه ليس بطعام ولا بشراب فيستحب استعماله أثناء الصيام وفي غير وقت الصيام والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلة متفق عليه الذين كارهوا استعماله في نهار الصيام استدلوا بأدلة تعتمد على الرأي لا يؤيدها الدليل الشرعي من الكتاب والسنة كذلك هناك أنواع من السواك تأتي منكها يأتي فيها نكهة ليمون نكهة نعناع إلى آخره هذه لا تستعمل أثناء الصيام لأن النكهة هذه إذا دخلت إلى المعدة فهي من المفطرات فلا يجوز أما السواك العادي لا بأس به ماذا تفعل الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل لضيق الوقت فدخل عليها الفجر قال الشيخ بن جبرين إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح يقصد إلا بعد أن طلع الفجر هل يجوز للمرأة أن تستخدم الحبوب التي تؤخر حيضها إلى ما بعد رمضان لكي تصوم رمضان يجوز لها ذلك لكن الأفضل أن تتبع الرخصة التي رخصها الله سبحانه وتعالى لها لكن إن فعلت فهو من المباحة هل القيء يفسد الصيام؟ القيء لا يفسد الصيام إلا إذا كان متعمدا يعني الشخص تعمد وضع يده على فمه بطريقة معينة أو حاول بطريقة من الطرق التي يفعلها الناس لكي يستقيقون في هذه الحالة يفطر الصائم أما إذا وجد شيء في معيدته وذرعه القيء يعني تقيئ دون عمد منه فلا بأس عليه في ذلك ولا ينتقد الصيام ولو رجع شيء من القيء في حلقه دون تعمد منه فهذا أيضا لا يبطل الصام قال الرسول صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء يعني غلبه فليس عليه قضاء ومن استقاءه يعني تعمد القيء فليقضي صحه الألباني في صحيح الترمذي هل بلع الماء بالغلط أثناء السباحة أو أثناء الاستحمام يفسد الصوم وبعض الناس يسألون هل يجوز السباحة لأن فيه اهتمال بلع ماء أو الاستحمام كذلك الصحيح أن هذه الحالة لا تفسد الصوم لأن الماء عندما يبلعه السباح أو يبلعه الذي يستحم لا يبلعه متعمدا لبلعه وقال الله سبحانه وتعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيم فالصيام لا يبطل بمثل هذا الخطأ هل فعل المحرمات يفسد الصوم فعل المحرمات كالغيبة والنميمة والشتم وما إلى ذلك لا يفسد الصوم حقيقة وإنما يذهب أجر الصوم يحط أجر الصوم لكن يبقى أنه فعل ما فرض عليه سقط عنه فرض الصيام لكن لم يؤجر أو ذهب أجر صيامه برفثه هذا أو بمعاصيه التي ارتكبها إذا رأينا شخصا يأكل ناسيا هل نذكره بأنه صائم؟ المسألة فيها خلاف معتبر بين أهل العلم والصحيح الذي أختاره من أقوال أهل العلم عدم تذكيره وهذا الظاهر من مذهب ابن عمر رضي الله عنه الصحابي الجليل فعن عبد الله بن دينار قال استسقى ابن عمر وهو صائم فقلت ألست صائما؟ فقال أراد الله أن يسقيني فمنعتني رواه ابن حزم في المحلة بسند صحيح ودليل ذلك من السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه والحديث متفق عليه وقد نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إطعامه وسقياته إلى الله سبحانه وتعالى فعمله هذا لا يعد منكراً ينكر عليه لأنه أطعمه الله سبحانه وتعالى وسقاه متى يقضي المريض صومه؟ يقضي المريض صومه إذا شفي من مرضه لقوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر فلو طال مرضه لا بأس بذلك يؤخر حتى يشفى وإن شفى وأخر القضاء بعد أن شفى إلى فترة من الزمن ما لم يأتي رمضان القادم فهذا لا بأس به عند أهل العلم لكن يستحب له تعجيل ذلك ليقضي ما عليه بسرعة هل يجوز الإفطار لأصحاب العمل الشاق؟ لا يجوز لهم ذلك بل عليهم أن يحتملوا ويصوموا يؤدوا فرضهم فالصحابة كان منهم الخباز الذي يعمل بالقرب من النار والتنور وكذلك الحداد وكانوا يجاهدون في رمضان وكانوا يعملون الأعمال الشاقة ولم يبح الله سبحانه وتعالى لهم أن يفطروا لأجل ذلك من وجد مشقة في ذلك فله أن يأخذ إجازة من العمل أو يجعل إجازته السنوية في شهر رمضان أو ما شبه ذلك لكن لا يجوز له أن يترك الفرض لأجل مشقة يجدها فالجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات هل وضع الكحل والمكياج يفسد الصيام؟ الكحل والمكياج لا يفسد الصيام ولكن المرأة التي وضعته إن كانت وضعته أمام الزوج أو أمام المحارم والنساء المسلمات فلا بأس بذلك لكن إذا فعلت ذلك وخرجت ويراه رجال جانب أو ما شابه ذلك فهي عاصية لله سبحانه وتعالى والمعاصي تبطل أو تنقص أجر الصيام أو تبطله أحيانا ولكن يبقى أنها أسقطت الفرض هل تجوز الفدية أو ما يسمونه بالكفارة بدلا من قضاء الصيام؟ الأصل لمن أفطر بعذر ثم زال العذر أن يقضي الصيام ولا يجوز له الفداء قال الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر لكن الفدية التي هي أطعام مسكين عن كل يوم هذا لمن كان عنده مرض مستمر ممن لا يشفى عادة هل يجوز لمن أفطر لعذر أن يؤخر القضاء إلى ما بعد رمضان القادم؟ أكثر العلماء على عدم جواز ذلك بل يجب أن يقضي الأيام التي أفطرها في الرمضان قبل أن يأتي رمضان القادم إلا إن استمر معه العذر فبقي مريضا مثلا إلى بعد رمضان أو حامل ولدت وكانت تريد أن ترضع ولم تجد مرضعة أو لم تجد طريقة أخرى لإرضاع ولدها والصيام فعندها يجوز تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان التالي ماذا يفعل من كان عنده مرض عضال يمنعه من الصيام ولا يشفى هذا المرض عادة الذي لا يرجى شفاؤه مثل بعض مرض السكر أو كبار سن غير القادرين على الصيام أجاز لهم الله سبحانه وتعالى أن يطعموا عن كل يوم مسكين قال الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هل يجوز الجمع بين قضاء رمضان وصيام السنن كالست من شوال أو يوم عرفة أو عاشرة أو ما شبه ذلك قضاء يوم رمضان الذي أفطره الإنسان لعذر يعد فرضا لا يجوز أن يجمع إليه سنة فيصام بنية الفرض فقط ولا يجمع بينه وبين السنن الأخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر